اشتركوا في القناة وبيننا واحدة كتير منها واحنا غادين كل ما طهرتش حاجة جديدة الاو كان حاولون نضعها ولكن السبب العام كان اسبب عامة كان اسبب عامة وهو ان النظام العسكري الجزائري كيشوف استمرار الوجود دياله انه يضرب النظام الملكي المغربي عنده مشكل مع النظام الملكي المغربي عنده مشكل مع قوات المغرب عنده مشكل مع انسجام المغاربة كاملين ما بين العرش والشعب عنده مشكل في التنمية في المغرب عنده مشكل في المؤهلات التي تتوفر عليها المغرب اذا هما كيشوفوا لانه الوجود ديالهم والاستمرار الوجود ديالهم خاص لا بد ما يقدروا هاد المكتسبات اللي كانت في المغرب وكل مدر واحد الحاجة وموصلت نتيجة ديالهم والقاوها بعيدة اللوح كيحاولوا انهم مرة اخرى يوجدوش هاجة قاسحة وهي غادي هكا وكيحاولوا ما امكن انهم بالاساس كيديروا جوا المغربة وكيبينوا بانه هاد المعالد ديال المغربة جياء بسبب النظام الملكي المغربي وانحنا في نهاية هذا الشهر قد يحتفلوا بعيد العرف المجيد اللي عنده دلالة كبيرة عند المغربة وللعالم كامل فاهمة وعرفة الا عصابة الجزائر اللي ما بغيش تفهمها بغيش تسمع لها وهذا النظام الملكي ارتضيناه وبغيناه لقرون وهو اللي صنع هاد المجدين هاد الأمة وفي عشرين غشت قد يحتفلوا بالثورة الملك والشعب هالثورة ديال الملك والشعب اللي خلقت الملاحيم كبيرة وفي واحد وعشرين فسن يحتفلوا بعيد الشباب ذكرى ميلاد صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله اذا نحنا مقبنين على واحد اعياد وطنية عندها رمزية كبيرة وفي ستا نوانبي غشت قد يحتفلوا بعيد ديال المسيرة الخضراء ان عندنا امجاد عندنا تاريخ الحمد لله والجزائريين واحد مشموع للأمور كي حاولوا انهم يضربون فيها اذا كتنقش معهم هاد الموضوع بهذا الاتجاه وكي يمشي لكو هاد الاتجاه ويقول كنتو ما عبيد قد تسلموا علي الدين يقول كنتو ما هجمتوا عينا في 1963 في حرب الرمال ويقول كنتو ما المغرب اختط في الطيارة ديال ثوار جزائريين فقط فرنسا انشي كله من صنع النظام العسكري الجزائري لان هاد البروباغوندا در هادش حال وحاول يرسخها في ادهن جزائريين واستمر في زرعها في ادهنهم من خلال برامج التلفزية من خلال كذلك المقرر الدراسية من خلال اللقاءات من خلال الخطاب من خلال العديد من الأمور ومؤخرا مع مواقع التواصل الاجتماعي الموجود لك الدين وباش تنور الشعب الجزائري كي يحاول ما امكن انه يعود لهم بطريقة اخرى من قبيل على انه يشعل النيران ويتاهم المغرب باوليش عن النيران في القبائل وولي تسبب هادي وولي تسبب هادي وغادي في ذاك المنع وغادي في قطع الطريق ما بين الشعبين المغربي وجزائري وطبعا شخصيا انا ارضيت على هذه المسائل الكاملة بالأدلة والبراهين وهنا تلقاه في الصندوق الوصف وكذلك في التعليق الأول روابط ديال حلقات جد مهمة لغدنا عليهم بالداري والبرهان وهي توابط او اثباتات ضد ادعاءات ديالنظام الجزائري الدكتاتوري هاش كنقول لهم ميدي وغي البرد مواقفنا تابتة وملفنا قوي وواعر ومتين واليوم احنا كنحتفلو بعيد الضحان المبارك اولا كنستغل الفرصة باش نرفع آيات الولاء لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك آية تبريك بمناسبة عيد الضحان المبارك ضم الله لأنه يعيد امثال هذا العيد على جلالة الملك والأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي كما أننا نتقدم بحرطة هاني لجميع المسلمين في العالم قلت بأنه بمناسبة عيد الضحان دائما كنا نتذكره المأساة ديال طرد المغاربة بشكل قصري من الجزائر وما خصناش من نساوي هذه المسألة لأنه الجزائري لو عصابة الجزائر كتحاول أنها تلعب عن الوقت وباش تنسي وتنسينا في هاد الجريمة الكبيرة اللي ارتكبها النظام العسكري الجزائري أمام صمت الشعب الجزائري وأمام تواطئ جزء كبير منه وإحنا إن شاء الله في قناة محمد بن داح غالي يكوننا معيد يوم الثلاثة القادم عن الساعة والنصف مساء بالتوقيت المغربي مع حلقة مباشرة قد نستطفق فيها السيد ميلوت شوس رئيس جمعية المغاربة المطروضين قصران من الجزائر لغا نتكلمه أولا نذكره بعض المآسي اللي وقعت ونذكره بجديد هذا الملف وموقف عصابة الجزائر منه موقف السلطات المغربية وكذلك موقف المؤسسات الوطنية والحقوقية والمؤسسات الدولية لأنه دورنا كفاعلين على أننا نصلت مجموعة من الأضواء على واحد مجموعة من الوحواج اللي يحاولوا أن عصابة جزائر تخفيها على العالم وخاصة على الشعب الجزائري والحمد لله حابان الله بمواقع التواصل الاجتماعي على أننا نساهم من جهدنا وكما يقول دائما على المشاهدين الكرام نحن بحال ذلك الجنود اللي كانين في ذلك الخندق وكان بغير المشاهدين الكرام يدعمونا ويدعمو القنوات الجادة دي المغاربة باش نزيد ونستمرو ونتقواه في التصدي لعصابة جزائر اللي كتحاول ما أمكان على أنها تضرب القنوات دينا وكما تسمعوه كل مرة كنا نسمعوه حالة دي الأخ أو أخت كتتعرض لأحد المضايقات فلا بد أن من قوي الصفوف أمام تعند ومناورات عصابة الجزائر وإن شاء الله رحمن الرحيم سوف يكون لديكم موعد نهار ثلاث لذلك نحاول النقش في هذه الأمور إضافة إلى الحلقات اللي كنت نديرها اللي كنت نحف فيها مجموعة من الأمور كنت نحف فيها مناورات عصابة الجزائر اللي كنت نقول لنا ما غيرت إذن عيدوا ومباركوا سعيد وشكرا أمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة